موسيقى 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 بسرعة الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حلم وفكرة بس قبل ما ابتدي برنامجي أحب هني كل العالم بالعيد الحب وبالزاد أخص أختص بالأسرة المصرية الأسرة المصرية هي نواة وأساس المجتمع فلابد من وجود دور مهم للأسرة في توعية الشباب حيث أن غياب الوعي أدى إلى عدم تحمل المسئولية للشباب حيث أن بعض التشريعات والقوانين الأسرة أدت إلى الاستقرار والحد من حالات الطلاق في السنوات الأخيرة معنا ومعكم حول نقاش في هذا الموضوع المستشار طارق الشحات المحامي بالنجد والدستورية العليا أهلا بيك أهلا أستاذ أخبار حضرت النهاردة إن شاء الله حلقتنا عن حلقت الطلاق الكتيرة أو اللي احنا شايفينها بس فيه ترند كده حصل في الأوانة الأخيرة عن زواج التجربة عايزة أعرف بس إيه الموضوع ده هو طبعا يعني الموضوع ده خد أكتر من حاجة وفيش حاجة اسمها زواج التجربة هو كان ترند عامل لغة جديد جدا في الأوانة الأخيرة ما فيش حاجة اسمه زواج التجربة ولا في القانون ولا في الشر ما حضرتك بقى تشرح لنا إيه هو ماشا أنا هقول لحضرتك طبعا طبعا هو ده موضوع خطير جدا من المواضيع شديدة الالتهاب زي ما بيقوله يعني إن كل حاجة حد بييجي على دماغه فكرة فبيقوم يعملها أو عشان يعمل ميديا نفسه أو 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 لكنها يعني ليه رأي في الموضوع ده إن ما هو يقول رأي غير مخالف للقانون أو للشرق إنه لازم يبقى فيه وقفة معي هو الموضوع ده مخالف أصلا للشرق مخالف للاتنين مخالف للاتنين وطبعا الأزهر رد على الموضوع ده هو قال ما فيش حاجة اسمها زواج التجربة الموضوع بتاعه أنا معرفش يعني حد من السادة المحامين يعني عمل افتكاسة زي ما بيقوله بالبلد يعني وقال عقد وكتب على الفيس وانت عارفة الميديا دلوقتي مشهورة يعني والناس بتدخل وبتطلع وبيسأل والناس عندها استعداد إنها تشوف إيه تسأل إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيحصلش أنا بقول ما فيش حاجة اسمها زواج التجربة مهل أزهر رد على الموضوع ده ونهي خالص يعني هو شرعا حرار ولا يسنه قانون يعني ما لهش قانون مسنونه أو له قانون بينظامه ده موضوع شخصي جدا واحد محامي قاعد في مكتبه وجاله اتنين موكلين بينهم خلافات شخصية فحب يعمل أي حاجة من عنده حب يعمل تريند ما فيش حاجة اسمها تريند أي حاجة لازم تبقى خدع للقواعد سواء القانونية أو الشرعية أكيد لما يبقى موضوعه خارج برا النطاق ده يبقى هو بيقول أي كلام وده موضوع طبعا ما ينفعش والمفروض أنه هو تعاقب عليه لأنه هو برضو دخل في قصة هو تعاقب عليه المفروض يتعاقب عليه المفروض يتعاقب عليه وفقا لقانون النشر وفقا للقوانين الجنائية بتاعتنا لأنه عمل بلبلة في الشارع هو إيه بقى الموضوع عشان الناس تبقى فاهمين يعني فيه زوجين راحوا لمحامي المكتب فهو بينهم خلف العيشة مش هتكمل العيشة هتكمل طب اقترع عليهم فقال لهم جربوا لا اقترع عليهم اقترع طب احنا نعمل لكم عقد لمدة ثلاث سنين أو خمس سنين بشروط واحد اتنين ثلاث بس هم قريدي كانوا متجاوزين آه متجاوزين كانوا متجاوزين وبعد ثلاث سنين أو خمس سنين وفقا لشروط معينة ما يتمش الطلاق طبعا ده حرام شرعا ده حرام شرعا الوستاذ احمد كريمة قال ده حرام شرعا الازهر قال حرام شرعا وبالنسبة لقانون ما فيش قانون بيسنه لكن ده كلام يعني مش برضو يعني عايز اقول للناس العادية يعني ان ما بيسمع حاجة يسأل القنوات الشرعية او الحاجات المختصة او بيتصل بالازهر وعنده حاجتين عنده حاجتين عنده محامين طبعا يعني فيه محامين كتير كويسة جدا يعني ممكن يسألوا يقولوا ايه حقيقة الموضوع يقف على حقيقته او يتصل بدر الفتوى في الازهر من بيته بالتليفون هيعرف وما يدخلش عليه لغة لان الموضوع ده عامل لغة وخد اكتر من حجمه واحد لغة كزير جدا اوه فيش حاجة اسمها زواج تجربة لا قانون يسانده ولا شرع يسانده وكل ده كلام فبراكا اعلامية او عايز شهرة عايز اي كلام انا شايف اني لازم المحامي ده يتعاقب عشان يبقى مثل غيره محدش يطلع يقول لان ده ما وضيع يا جماعة شديدة الخطورة انتو بتتكلموا في حاجات اسرية دينية اوه طيب سيادة المستشار معنا تليفون نقول طيب سيادة المستشار ايه الفرق بين الطلاق والخلع الفرق بين الطلاق والخلع الخلع بتقوم بيه الزوجة وبمقابل مادي اه انا اصفى الاتصال رجع معنا تاني اه اتقطع الاتصال بمسك الخلع والطلاق ايه الفرق بينهم اه الفرق بينهم الخلع محتاج قاضي يقدبه محتاج يعني لازم حكم محكمها اه ماينفعش تروح عند المقذون وتقوله اخلعша اخلعنا ماينفعش طلاق لا يعني ينفع من غير قاضي لان هو بيروح للمقذون او هو يعني مش شرط انه يكون محتاج حكم قاضي يعني فيه انواع من الطلاق تحتاج لكن الطلاق بالنسبة للراجل عادي إنه هو ممكن يروح عند المأزون عادي ويطلق لكن الخلق هي الست اللي لازم قاضي والست هاي اللي بتقوم بي وبمقابل مد اللي هو إيه بقى هي طبعا ما بتيجي تعمل فيه حاجة بتعمل انظار بمقدم الصدق بمقدم الصدق إن هي بتتنازل عنه عشان كده ده إجراء من إجراءات الدعا يبقى هنا تنازلت عن مقدمة وبالتالي أما بترفع عضيته الخلق برضو بتتنازل عن مؤخر الصدق وتتنازل عن نفقة العدة ونفقة المدعب ما هو ده بقى اللي أنا عايزة أسأل فيه حقوق الزوجة المطلقة وحقوق الزوجة اللي هي هتعمل خلق إيه الحقوق هنا وإيه الحقوق هنا ما هو على حاسق الطلق يعني انت بتتكلمي على حالة واحدة للزوجة سبق خلعة أو طلق طيب خلينا نقول ده الطلق بالنسبة للخلع زي ما أنا قلت الحربية بتعمل انظار بمقدم الصدق وبعد كده بترفع عضية في المحكمة وبتمشي في إجراءاتها اللي خولها القانون بس مقابل كده أنها ملهاش حقوق شرعية خالص ملهاش حقوق نهائي بس فيه ناس بقى فيه النقطة دي حلوة جدا وأنا عايزة نوها عنها أحسن الناس دايما بتسألنا في المكتب وعلى تواصل معايا يعني طب هل القايمة المنقلات من ضمن الحقوق الشرعية دي أقول له لا هو يقصد بالحقوق الشرعية نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤدم الصدق معنا اتصال علي الشناس ومؤخر الصدق تفضل يا أستاذ ياسير سلام عليكم يا أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا أنا بحييكم جدا على البرنامج دا ويمكن أنت أصرتي موضوع مهم جدا موضوع قانونة الأسرة دا يمكن نأناك كثيرة جدا بتنحبة تستفصر عن أشياء كثيرة جدا وليه أصحاب يعني اتفضل قولي استفسارة وانا واحد من الناس من الناس عندي سؤال بس نحتاج من أن تشاري واضح خلي أكتر اتفضل بالنسبة للضرر أنا دلوقتي طلقت زوجتي تمام فأنا النهاردة عشان أشوف ولادي النهاردة بيقولولي في محكمة الأسرة عملت أن أنا عشان أقابل عشان أقابل ولادي زوجتي طبعا اتجوزت بيخلي خالها خال ولادي مثلا هو اللي المفروض بيخلين أن نروح نقابلهم في حديقة عامة أو أي مكان يعني منفتح يعني ممكن ساعة المستشار ممكن فاهم حاجة زي كده آه أكيد فأنا النهاردة لما بروح أقابلهم النهاردة بروح لو رحت فاعة متأخرة لو رحت فاعة متأخرة كنت في الطريق يقول لي إيه ألاقي مثلا المحضر للمحكمة حطان نحن نشوف عيالي فيه يقول لي إيه ده هم جموا ومشهم طيب أحنا عاديين قانون يعني يهون شوية يعني مش لازم الموضوع إننا لازم واحد يبقاعد ويقول لك ده ده أنت أخرت وجيت وحاجات من دي والكلام ده فعايزين حل غير الحلول لإن إحنا بنعاني كتير جدا من الموضوع ده أنا عايز أشوف عيالي كل ما أجل أشوف عيالي للأسف في الشهيد قوي ما رش بعرف أشوفهم بالطريقة دي لو تأخر سيادة المستشار تهم سؤالك وهيرد عليك حاضر فضل يا سيادة المستشار شوزني فضل عفوا هو طبعا موضوع الرؤية ده وموضوع طبعا شارع بحته وبينظمه القانون يعني هو متضرر لإن هو لو راح متأخر الناس بيتمشي يعني يخل ولاده بيمشي بيخده مو يمشي آه بالضبط ما أنا هقول لحد ذلك هو أصل حكمة بيبقى طالع الرؤية عشان هو يبقى فيه التزام للطرفين الرؤية في المكان الفلاني وطبعا لازم مكان يكون يصلح يكون هوا جنيد لا ويصلح للطفل مكان طبيعي يعني من الأماكن الطبيعية زي النوادي والأماكن العامة عشان نفسية الطفل هم بيبصوا نفسية الطفل على مستوى العالم فيه دول كتير دول الأنجلو أمريكية بتطبق حاجة اسمه القانون الأصلح للطفل مصلحة الطفل آه لحظة أنا فين مع الأب مع الأم لأ ما لهومش دعوة بالكسة دي القانون الأصلح للطفل يعني عايزة أقوله أنه هو إيه ده قانون ده قانون تسن ومتطبق في المحاكم أنت عايز تغير قانوننا طرق القانونية اللي هي تتبع مثلا يعني زي هو عنده أكيد عدو مجل الشعب يقدم استجواب لا وهو ليه ما يلتزمش بالمعاد يلتزم بالمعاد لسه هوصل للنقطة دي بس وليه هو ما بيدخلش مثلا ويقدم ولو يقول وهو عايز يغير لإيه لأنه هو الحكم هو بيبقى طالع قاطع يعني إيه طالع قاطع يعني هو طالع بيقول أنه من حق الرؤية في المكان الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا لو هي ما جاتش أصل أو ما جابتش العالم بيروح يحرر لها محضر إثبات حالة لأنه هو بيقابل في مكان عام والمكان العام ده في موظفين أكيد فبيعمل محضر إثبات حالة وبياخد إجراءات كذلك هو لو تأخر هي خلاص برضو هي مش ملتزمة أنها تبقى القعدة في الشارع لأن ده قانون يعني إحنا ما عندنا شغل كده إنت عايز تغير القانون ده بقى عليكم على مجلس الشعب أطلب وسن وغير بس القوانين الشارعين تعرف أنها مطابقة للشارع الإسلامية صارمة إذا كان عليه أو عليها فهو يعني يبقى نفهاش تغيير لو الموعيد لو الموعيد مش منازباه هو يعمل طلب تاني للقاضي ويقول موعيد دي ويغير موعيده على الموعيد اللي تناسبه عادي يعني ده عادي طيب معنا تصال تاني سيادة المستشار ألو ألو سلام عليكم إزايك عليكم صدلي سؤالك أنا كنت عايد أسأل سيادة المستشار عن مشكلة أنا منفاصلة من ثلاث سنين وأخذ الأولاد وزافر منهم سنة ومص وأخذت معي سيرة تنفيذية بالنفعة بنفعة متجمدة بستمائة ألف جنيه وبقالي سنة في السيرة التنفيذية مش عارفة نفذ بقالها سنة ووعدة سيرة تنفيذية ليه هو مش موجود في مصر هو مش موجود في مصر يا أستاذة أيناس موجود في مصر وطبعا أنا أنا كنت معافل سلك الدبلوماسي هو سفير مصري ومعايا كل الأوراق وأوراق كلها سليمة طب ليه ما نفستيش ليه ما نفستيش حضرتك مش خاتي حكم أخذت حكمه معايا سيرة تنفيذية أكيد سيات المستشار يعرف جايزا سيرة تنفيذية بقالي سنة بالضبط هو يتلاعب في السوق ممكن أسأل حضرتك سؤال أنت قدمت السيرة التنفيذية للجهات المعنية أه طبعا طب وإيه ردود الأفعال بتاعتها طبعا حضرتك عارف أن السيرة التنفيذية لها خطوات في التنفيذ الأول ببدأ هو ممتلكاته طبعا يعني مع كل حاجة أو معرفش لا هو معلاش الصيغة التنفيذية مع حضرتك أنت بنفذ بيها بدعوة حبس أو بإجراء محضر لا بإجراء محضر لأنها نفقت متعة مش عدة بمتعة نفقت تمام والمحضر بيعمل إيه مش بينزل المحضر طبعا بيروح لم يستدل على عنوان لم يستدل على عنوان لا حضرتك هو اللعب هنا في التنفيذ نفسه في القائم على التنفيذ لكن أنت صيغة تنفيذية عادي من حق المحارب تحضرتك ما بيعملش صيغة تنفيذية ليه نهاية معيها صيغة تنفيذية هي بتروح للمحضرين بيقولك ما بيقووش العنوان مش موجود أنت عشان تبطلي عمل المحضر ده حتى لو كان يعني متوالس أو متعاطف أو في أي حاجة حضرتك شوفي لو هو مقيم في نفس المكان ده حضرتك هتروحي الدايرة اللي هو مقيم فيها هتعملي محضر إثبات حالة أنه هو مقيم هو والشرطة بتنسل تعمل إثبات حالة أنه هو مقيم بعد كده حضرتك والمحضر ما قدرش يرجع ويقولك أن أنا ملقتوش أو لإيه شكرا يا أصدر يعني في إجراءات المستشار بيتتابع يعني في إجراء ممكن تتبعيه كذا إجراء مش إجراء واحد يعني المحضر لو ما لقاش ممكن تروح لإسم الشرطة تعمل محضر إثبات حالة أن أنا معيه صيغة تنفذية وهو موجود والمحضر ما بيعلنوش أو ما بيعملش الشرطة بتعمل محضر إثبات حالة غصبا عنه والمحضر حينفذ لأنه هو برضو معلش بس هو كده فيه تلاعب مع المحضر هو فيه تلاعب عايزة أتكلم في دي تفضل صراحة فيه تلاعب كبير من قصة التنفيذ بالنسبة للمحضرين دي الرقابة عليهم ضعيفة المفروض دي حاجات شرعية يعني دي الناس بتبقى محتاجها ودي منفعش منفعش التلاعب فيها وممكن تمشي بالإجراءات القانونية العادية برضو إن هي تشتكي المحضر ده للأعلى في الأعلى في الأعلى فيه طريقة يعني للتنفيذ بس هي لو فعلا هو مش موجود وهي عرفة مكانه ممكن تروح تعمل محضر إثبات حالة إن هو موجود الشرطة بتنزل تعاين إحنا خبطنا على الباب لقينا فلان الفلاني خلاص محضر إثبات حالة لما يجي أروح بمحضر إثبات الحالة ده وأعرض على المحضر أو بعد كده أعرض على القاضي أو على التنفيذ غصبا عنه هينفذ يعني هو بس فيه تلاعب ما بين حاجة معينة أو ممكن الرجل يكون مش موجود فعل هل هي متأكدة إن الرجل مقيم في نفس لا هي متأكدة إن هي قلت موجود في مصر بس هي نبيت لحاجة إن هو سفير ومال لا ما فيش هنا سفير دلوقتي هو القانون بيمشي على ده لا لا خلاص ما فيش الكلام ده القانون ينفذ على الكل دلوقتي ده تعليمات الرئيس نفسها طيب بما إننا بنتكلم بقى يعني اللي تقود عليه في الشارع ما فيش الكلام ده خلاص ولا سفير ولا غفير خلاص طيب بما إننا بنتكلم بقى عن الجنسيات الأخرى الأطفال ده موضوع مهم فعلا هو فعلا موضوع مهم هو ده موضوع بقى ده عامل التنزع في الجنسيات الأخرى هو عامل لغة في الشارع طبعا لأنه طبعا نازل يعني فيه الطفل دلوقتي من أبوين مصريين واكتسبوا مثلا جنسية أخرى غير الجنسية المصريين إيه القانون اللي يطبق إحنا بالنسبة لنا إحنا في مصر يطبق القانون المصري النصر مادة 25 والقانون المدني يطبق عليه كل أفعال القانون المصري وفكر النصر مادة 25 عملية برقة أنه هو أو هو واخد مثلا يعنسيين واخد الجنسية المصرية والجنسية الأمريكية ما قال يعني هياخد جنسيتين مثلا بابا مصري ومامته مش مصرية هدي الجنسيات برضو ماشي أوكي هو الطفل إحنا بي كان على جنسيته الطفلة واخد أني جنسية واخد اتنين واخد المصري واخد الجنسية الأخرى أو واخد أطفال ما فيه واحد بياخد أكتر من جنسية تلاتة أربعة عائلة لا إحنا مشكلتنا في الأطفال دلوقتي المشكلة عندنا في الأطفال إحنا بالنسبة لنا لو الزواج مصري وكل شروطه يطبق عليه القانون المصري لو الزوج مصري يطبق عليه القانون المصري أكيد ما هو مصري الطفل نفسه جنسيته مصري مصري بيبقى خاضع مثلا أو المامته يطبق عليه القانون المصري يطبق عليه قانون قضية اللي هيتعرض قدامه الموضوع بس فيه بقى مشكلة هنا اللي هي لو هو هنا في مصر هيتطبق عليه القانون المصري لو برا لو في أمريكا هيتطبق عليه أنهي قانون هيتطبق عليه القانون الأمريكاني لأن القانون الأمريكاني بس شوية من وان ويل في صف المرأة شوية فبيتطبق عليه القانون الأمريكان لكن أنا لو مصري وجنسية مصرية وهو حتى مع الجنسية ورفعت القدار طيب المشكلة دي تتحلل ازاي بالقانون يعني في عندي حاجة في المكتب شبيهة بهذا حد جنسية مصري مع جنسية أمريكانية أنا عادي يعني برفع قضايا قدام القضاء المصري وباخد أحكامي منعم الصفر مثلا يعني هو قاعد في أمريكا ومع الجنسية الأمريكية ومامته وباباه مع الجنسية الأمريكية بس أنا خدت حكم منع حكم هنا في مصر أم ييجي هنا وهو خارج منها منعه وخلاص يبقى القانون يتطبق هنا القانون يتطبق هنا وبرده معلش يعني هناك المصري له حاجات في أمريكا بالذاتي لكوانين أمريكا عشان في صف المرأة وبتطبق القانون الأصلح للطف يعني أمريكا بتطبق القانون الأصلح للطف لكن احنا بالنسبة للقانون المصري لو هو ازدوج بأي جنسية أخرى يطبق عليه القانون المصري بكل حزف كل قضية الشر كل قضية الشر تطبق عليه لكن هو لو مش في مصر آه أنا معي الأحكام بس تطبق عليه هنا هي الأحكام هتتطبق عليه أول ما ينزل مصر بالزبط كده لكن لو هو بس برضه هو لو خارج يعني في خارج خارج مصر معي جنسية الأمريكية وقاعد في أمريكا مش عارف أطبق خلاص لا يعني هي مامتو هتطبق الشغل بتاعها هيبقى الشغل الأمريكاني اللي هو القانون الأمريكي هيتطبق القانون الأمريكي أنا بتكلم على اللي هو مزدوج الجنسية أكتر من جنسية بالنسبة لقانون مصري هل ينفع يتطبق عليه لا يتطبق عليه مشكلة الطلاق بقت مشاكل كثيرة جدا وبالزداد اللي بيتضر فيها الأطفال طبعا الله يقوي يوم طيب دلوقتي احنا نرجع لموضوعنا تاني الطلاق والخلة تمام قولي حقوق الزوجة في الطلاق وحقوق الزوجة في الخلة هو طبعا الرجل ما نفعش الخلة يعني هي الزوجة هي اللي بتعمل قضية خلة وفيه للزوجة الطلاق للضرر مش شرط الخلة اللي هو الهاجر والزواج بزوجة أخرى عدم الإنفاق عدم المعاشرة الزوجية فيه كذا حاجات يعني ده اسمه طلاق للضرر ودي تاخد كل حقوقها الشرعية لان احنا برضو فيه سؤال وإحنا خرجنا منه بتاع قائمة المنقلات هل هي تخص لما الست ترفع الطلاق أو الخلة اه تبقى لا الخلة هل تبقى تنزلت على القلقة تبقاش تنزل هي بتنزل يعني بتاخد حقها في القايمة ما شو هو عقد منفاصل اللي هي قائمة المنقلات دي اللي هو الجنح بسيشتغل جنح جريئي يعني فده عقد منفاصل لا حتى الخلة يعني مش شرط انها يكون الطلاق لا الخلع نفسه هو النفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداء بس ده اللي بتتنزل عنه ده خلاص هي برفع القضية بتتنزل عنه بمجرد الحكم بتتنزل عنه كمان في حاجة مهمة جدا في حالة الطلاق لما الزوج يطلق من حقه يرجع الزوجة في خلال فترة العدة صح؟ اه زي ما طلقها واحدة اوكي من حقه في الخلع لا منفعش منفعش يردها يردها بعقد جديد بشهود جديدة كله زواج جديد حديث زي ما بيقوله يعني لكن في الطلاق لا هي ممكن يردها من غير مأزون ومن غير حاجة ايه قبل ثلاث شهور ما يعد اه لو فترة العدة لكن في الخلع منفعش بمجرد صدور الحكم وخلاص منفعش لازم ترجع باتفاق جديد وعادي جديد وحاجات زي كده طيب احنا شايفين نسبة الطلاقات زادت قوي في السونات الأخيرة قولينا نصيحة سريعة للأسرة المصرية تعمل ايه عشان نسبة الطلاقات دي تخفت شوي تبعي لع الميديا شوي تبعي لع الميديا شوي تبعي لع الميديا والحاجات اللغة والحاجات اللي هي وانها تصبر يعني سيادة المستشار برضو فيه رجالة صعبة فيه انا معيتي برضو هي مش الست الوحدة هما الاتنين لازم يستحملوا الاسرة دي موضوع كبير ده كيان مجتمع تستهل التضحية يعني حاجة تستهل تخليكي الزوجة تضحي والزوج يضحي لان فيه اولاد يعني فيه دراسة كده انا كنت قريت من فترة على حالات الاكتئاب النفسي اكتر للاطفال اللي هما تعرضوا لمشاكل اسري لان هما نفسيتهم بتقعب اه هو كانت دراسة تقريبا من انجلترا يعني هو اختم اه بيقولوا ان الكلام ده هو يعني ده لازم من الناس تحفظ على الترابط وترجع للدين سيادة المستشار الحلقة بتاعتنا للأسف الشديد خلصت وان شاء الله لنا اللقاءات تانية فاصل ونرجع مع استاذة نشوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته